معارك الحدود أو محرقة المجندين اليمنيين هكذا تصف المنظمات الحقوقية المعارك التي تدور في المناطق الحدودية حيث يتم استدراج مقاتلين من بينهم أطفال لقتال ميليشيا الحوثي بهدف الدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي كشف عن تنفيذ عملية عسكرية في الحدود السعودية قال إنهم تمكنوا خلالها من إسقاط ثلاثة ألوية عسكرية وأعلن عن مقتل وإصابة نحو خمسمائة جندي من القوات الحكومية بينهم سعوديين خلال الأسابيع الماضية حسب قوله خطوط النار التي لا تزال مشتعلة في الحدود الجنوبية للسعودية أثارت العديد من الأسئلة حول مسرح العمليات وتفاصيل قتل وأسر العديد من المقاتلين اليمنيين واستمرار شبكة كبيرة من السماسرة في استدراج المقاتلين من بينهم أطفال إلى المجهول منظمة السام للحقوق والحريات قالت إن الرياضة استدرجت خلال السنوات الأربع الماضية آلاف المقاتلين اليمنيين عبر شبكات الإدجار بالبشر للقتال في حدودها الجنوبية مع اليمن دون غطاء شرعي ويقول تقرير المنظمة الذي أصدر قبل أسابيع تحت عنوان محرقة الحدود إن آلاف اليمنيين الذين اضطروا للذهاب إلى القتال هناك تحت ضغط الأوضاع الإنسانية السيئة وقتلوا أو جرحوا عاملته السعودية كما لو أنهم غير موجودين مطالبات حقوقية عديدة لأطراف الصراع باحترام القواني والمواثيق الدولية وبالتوقف الفوري عن الزج بالشباب اليمني في معارك الحدود وجعلهم وقوداً لحرب لا ملامح لانتهائها ترجمة نانسي قنقر